والصلاة والسلام على أجر المرسلين سيدنا محمد علي أفضل الصلاة وتم التسليم تحية للشعب السودان الصابر المغلوب على أمره في كل رباع البلاد والتحية للأشابس وأبطال قوات الدعم السريع في كل رباع السودان الصابرين الأوفياء التحية لشهدان الأبرار لهم الرحمة والمغفرة تحية إذ وإجلال والتحية خاصة خاصة لأبطال معركة جبل موية الأوفياء الأسود التي استشهدوا قدرا وضربوا قدرا من دولة مصر بالطيران المصري الغادر ودي تشبه معركة كرير اللولة التي ضربت يوم 15 العزل الماشين الماشين ناس المفواجين للتحالف أو للسعودية وضربوهم عزل ضربوا الطيران المصري أيضا ولكن سكتنا كثير جدا قلنا جماعة النادي الإصحى ويتراجعوا لكن للأسف الشديد هم يوم متمادين والآن هم خشف المعركة وغير الإيرانيين مشاركنكم بالتدريب والسيارات المهاجر بكل أنواع والآن تحدثت ونحن كل شيء عارفينه وغير الدول الدعمة أكثر من ستة سبعة دولة هنا عارفين دعمة دعمة لكم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فنحن نقول للأبطال جبل موية اتمن هزمتوا والله والله نحن راضين عنكم كل الرضا اتمن هزمتوا والآن الحمد لله أعدت تنظيمكم وإن شاء الله سنقود الكرة وبإذن الله زي ما شننا منهم تعالي سنشر منهم بإذن الله فأبشروا بالخير وإتمن هزمتوا بقوة قاهرة قوة طيران حديث سخوي من 29 بضرب من الساعة ثلاثة لغاية الساعة عشر صباحا وإدت ناضلت ولقنتهم درس لا ينسوا ماتوا فيهم أو هلكوا فيهم مئات الأشخاص ولكن في النهاية زي ما بقول الكترة غلبت الشجاعة ولكن بإذن الله الترتيب ماشي والعادة التنظيم ماشي وإن شاء الله سنخلص الصعب صائعين إن شاء الله طيب أنا اليوم عندي رسائل بس ما عندي كلام مكتوب أنا عندي رسائل داري رسيلها لعدة جهات أول شيء أنا داري أتكلم به اللي هو الانقلاب على السلطة نحن الآن عملونا انقلابين وماليشيا انقلابين وماليشيا في نفس الوقت نحن انقلب علينا وليس انقلبنا ونحن لو خططنا الانقلاب ما كان فشل يا برغان ويا مجموعة لكننا نقلب على شنو ودائرين شنو انت عندكم حزب عندكم تنظيم عندكم متمر وطني دائرين تحكموا البلد وما في شيء بخليكم تصلوا السلطة دي إلا بالانقلابات لكننا لا نعلم شيء لا نعلم حزب لانه يخكم البلد وانه يقول كباش الموجودة أمن على أي كلمة قال أنا أمن على أي كلمة قال ياسر عرمان قال أنا رفضته شو المخطط كيف قال أنا أمن على أي كلمة قال ياسر عرمان براهيم جابرد قال له كلام كنا أنا ما عارف والله ما متأكد قال شنو لكن قال له كلام ما عنده قيمة بعد ذلك قاموا بره ومشو كتبوا لهم بيان وطلعوه أنا حتى بيانا ما شاركت فيه طيب اتوا يا مجتمع دولي وعلى رأسه الأمريكان وكتما دائرين اللدارين تجيبوا الحركة الإسلامية الآن أمبارح البرغة مثل الفتاة كباشي معه أحمد عباس والي سنار السابق أمبارح ابراهيم محمود واضح وجوز تقبله وكتبت تاريسة جوة المطمئة الوطنية لماذا دمرت البلد وقدر تجيبوا الحركة الإسلامية لماذا دمرت البلد بالإطاري ما سبب الحرب دي الإطاري ما في سبب أصلا سبب الحرب دي الإطاري الإطاري ليس أننا رفضنا كمبدأ الانتغال لا الإطاري فيه حاجات كلمناكم في الإعلام قلنا يا أخوانا كلامنا ما يبقى لماذا لماذا تعملت كده لكي تدمر السودان ليس كده طيب هل نعدل الآن من بداية الحرب استعانوا بمرتزوة جاءوا الأزربيان وجاءوا الأوكران الأوكران جاءوا بفرية أنه الدعم السريع الدعم السريع بغاء مع الروس وبغاءت له مع الروس كيف يزيد؟ الآن الدليل الدليل الآن أنهم رجعوا إلى روسيا وبدلوا الروس بالأوكران الآن هذا ندل مصادقين كويس؟ طيب بعد ذلك أمشي التقرائي أمشي إلا الجبهة التحرير أريتريا جبهة غمية تحرير أريتريا كل أنواع المرتزغة الآن الإيرانيين لا أعرف جنسيات كثيرة جدا أنا لا أذكرها قلت تقاتلوا في الدول وتقاتلوا في قوة استعنتوا بكل شيء التفوق الجوي طيران بحر يتنقلوا كل شيء هنا قاتلتنا مصر ضربتنا مصر والآن أثناء مفاوضات جينيف جاءت لكم 8 طيارة كيئت صينية المكانات أمريكية نحن نعن التفاصيل الغنبلا تضربنا زمان مصر يجيب لكم باللفة لكن الآن يجيبها أين كتاجر بل الزلط الغنابي الآن يجيب لكم 250 كيلو جرام والغنابي الأمريكية والأمريكيين ما كان الغنابي وصلت للسودان وأنا ضربت للمولفي قبل سنة قلت لكم قلت لكم الغنابي الآن الغنابي الأمريكي قلت لكم تتحدث عن المصريين قلت لكم أنهم من البلاد المتحدة وستعملوا في الكلام نحن نرفض هذا كما قلت لكم إنهم أمريكي قبل سنة قلت لكم هذا الغنابي الأمريكي تضرب فينا قلت لكم طيب الحاجة الثانية يقول لك يا أخي عودة الحركة الإسلامية النادي لا عودة قل استمرار هم استلموا السلطة من يوم 25 نحن نشاركين معهم فيهم وصححنا ما وقفنا من الأول يوم هم استلموا السلطة كاملة وزعوا ناسهم وكلها كرتي كلها شوائق كلها شوائق بالباب نحن نحن سكتنا كثير عملتون عرفشتات عملتون ما أعرف أمد دعم الزريد كشكول من كل السودان دعم الزريد من كل السودان لكن نذكرتنا عنكم كثير وليس كل الشوائق مجرمين وليس كل الشوائق هم الذين يدمروا البلد لكن الآن الشيخ والمشيخ مثل البرهان ما قالوا كلهم أمار البشير صغطوا مؤامر بيناتكم أمارتوا بناتكم كلام قال الفاتيح وعروة صح قال بدلنا نظام بنظام لكن كل مماثة قال الدعم السري ما ينددور كذاب يا الفاتيح وعروة مهورة التغي الله، دعما السريح كان أبتهم في الميدان منعكم أن تبتهم في الميدان منعكم أن تبتهم في الميدان هذا دور الدعما السريح هنا اثنين الدعما السريح أيضا في التغيير في حال الجيد أعوض بن عوف وحضرت كلام كثيرة قبل المجلس قبل المجلس وجمع كلهم للأسف الشديد نحترف ونحن لا نتجرب سياسية ونحن نجد كلهم الصف الأول من الحركة الإسلامية جيد؟ أنا فقط قلت حاجة واحدة قالوا سجله بدرحيم بدرحيم قال لهم أنا مداي جيوا براهيم جابر لسه العدو اللدود في المسكة القرناطين عشان يضربنا بهم سجلوا براهيم جابر في محالي أنا قلت لهم أنا لدي بس حاجة واحدة أي ذلك؟ الشعبي ترفض يقدم استغالته وفي موضوع ما شيرا لي كمان عبد المعروف فيه ابن عوف رفضوا أنا قلت لبس نحن كويس رفضك أنا موافق فيه لكن لو الشعبي ترفضك ما استغالته وهافق ابن عوف طوالي قالوا لو الشعبي ترفضني أنا ما استغالته بكرة شعبي ترفضوا جاءوا قاعدوا وبدوا يسير خلاس بدوا في تشكيل مجلسه أنا قلت لهم أخوانا في شرط أي ذلك الشعبي ترفضوا ما استغالته ما استغالته قالوا الشيخ قالوا لهم وقلت لهم أنا ماشي لو الشعبي ترفضوا أنا معكم أنا ماشية وقلت لك وقلت لك وقلت لك بكرة حوالة 4-5 عوض عوف وقلت لهم وقلت لهم وقلت لهم وقلت لهم وقلت لهم وقلت لهم لاحظة وقلت لهم وبتالي جدا هذا كلام جيد وقلت لهم مبروك وقلت لهم براية أنا مفروض وقلت لهم مجلسة وقلت لهم للتحاول حتى أفضل وأنا وقلت لهم وقلت لهم يحترف أننا فوتو مقابل فهنا لا يتحدث تحضر وانا لو اندي قدر او خيانة ما انا ما اتبنى الموضو ده انا بنفسي انا قلت لهم حتى انا حتى برهان مجاني قلت لهم انا مزايري هذا هل يدني من هذا الموضو ده هل يدني من هذا الموضو ده خالص وانتظمت للمدنين ده انا وقلت لهم انا ما حاجة في المجلس ده هو الحلف علي وكاني في نمر اتنونه الكلام ده قعل بي خشمي طيب كيف الدعم السري ما عنده دور لكن الدعم السري دوره ما خبس ما خبس كنا شغالين لغاية اخر يوم احنا ما نجيب البترول كويس وما نجيب المدخلات الانتاج وشغالين لغاية اخر اخر صبو وكنا شغالين بي صد وقامانة بيخلاص لكن انت الخنت بعض ودمرتوا البلد والان يحفظوا عطحين وظاهرين نحن نقاتل في جيش نحن نقاتل في انصار الحركة الاسلامية من بداية الحرب والنادي اللي نقاتل فيهم كتار جدا المسمى بكتائب البرا وكتائب منوك كتائب الكتيرة النادي اللي يدربون من الفرنة تدربوا فيهم تدربوهم برا ماذا نسمى الديول تدربوهم فيها تدربوهم برا لحرب المدن والقناصين والمسيارات تدربوهم برا لكن استعام بالمرتزغة من برا واستعام بالحركة الاسلامية أولا صار الحركة الاسلامية منح久 التأكير من Nظمة إرهابية تعلموا لك من نظم الإرهابية كيف منظم إرهابية الدعم السريع؟ أنا ودافع عن نفسي أنا أجل سلام بقول بمشي لو ليه؟ كيف منظم إرهابية؟ إرهاب عندك جدا منبع الإرهاب عندك جدا لأنك تقطع الروس يا أخي قتلت الشباب دير مسكنتك حيات ألغتهم بالدعم السريع؟ خلي الشباب ضبحت الأجاء المساكين الحاجات بعمل للأكل قال بأكل الدعامة يا أخي دي مسكينة فارشة رذق اليوم باليوم ضبحتهم من الأعضان للأعضان ضبع خروف كتاب براء بقى شوف كلمة البراء أنه أن الرسول بريء منكم ما عندكم علاقة بالرسول والله الرسول بريء منكم بعد أن تتكلم عن الجهاد تجاهدون هنا كفار؟ قتلت الجنوبين قلتوا موسيخيين وكفار أين كفار؟ طيب منهم رافض السلام إن جنا أخل السلم فاجنا على لكن السلام ليه رافضنهم؟ شأن أنت تعرف والكلام الذي قلته من أول يوم لأن السلام ما بجي بديل لا يقوموا بالرسول لا بجيب الحركة الإسلامية لا يقوموا بالرسول والمتابعة لا يقوموا بالرسول لأنني قلت من أول يوم في التفاوض هذا كله تعب ساكت لماذا؟ لأنه لا يمكن برهان يأخذ رجلات لا يمكن من يأخذ تعليمات ثم يصمم بالمغاومة الشعبية والمغاومة الشعبية هي الحركة الإسلامية لأن الشعب يعرف. هناك شعب مخشوشين. لا أمنهم مغاومة شعبية. لا أعرف أي حرب الكرامة. كرامة عن منه؟ تغاتل من أجل شنو؟ لا لديكم كرامة والله. كذابين؟ المهر جوه الشعق الألبان اسمها العطاء. يتكلم أنهم يتفلون لي. يا خالك الله. أسمهم تخجره. تغشوا الشعب. لا كان لدينا قشوه. هاا, اخرجوا؟ أنهم ينتهروا إلى إنعادهم. أعجبا من دخول. لأن من هناك المساكلة. ما هي المساكلة المكتو Alguns حين يأتي المساكلين شخصاً؟ أو أكثر من فلول على كارت البلدية التعليمات أو أحمد هرر البلدية التعليمات هي أثر عظى أكثر من الفلول أكثر من فلول أعرف ذلك مقتوعيات ويجب أن تتعلم بال فلن يعرفك كويس ويجب أن تقيم ذاته كباشة شابك ترقص ويجب أن ترقص ويجب أن تتعلم المنامة أول حاجة الموضوع المنامة يا أخواننا البداية عباس كامل و و مفضل ودعونا لمسر رفضنا ورفضنا مفضل وانتغل إلى المنامة طيب إيه يا كباشة ما قلت جدام الوفود دي كلها ستة دولة ولا خمسة دولة ولا سبعة دولة لا أعرف إذا قلت أنا أمن على أي كلمة قال عبد الرحيم قال نادة تغادل حركة الإسلامية نادة تغادل شباب المتمر وطني قال كلام كثير جدا إذا قلت أنا أمن على أي كلمة قال عبد الرحيم كلام ما قلته وقعت في المبادئ وهو الموقع أنا والمجرد قلت لهم سيجيكم ثاني قلت لهم تشغل البرهان لا سيجيكم ثاني وفين نحرقوا مع الحركة الإسلامية أول ما قلت طوالة قلت تكلمت عن المقامة الشعبية بلد أسوك من ثلاثة أربعة كتابات من الأبوات حقين وحق الإعلام طوالة أعملت مشيت في الخط أتكلم مساكن قلت لهم الآن أتكلم عن اجتمع دولي من أمريكا للإتحاد أوروبي للناس الدعمين للإطاري طيب وقلت لهم وقلت لهم موافقين بالناس وقلت لهم أنا أحملكم المسؤولية كاملة كاملة الفضائية تتحملها لأنكم قلت لهم وقلت لكم الإطار وقلت لهم مشهود ولا السعوديين ولا الأمريكان ولا الأوروبيين ولا فولكر كلنا تتحمل هذا لا تستطيع ان تنكروا لماذا دمرت بلدنا وقلت لهم في المؤتمر وطني لماذا دمرت بلدنا أنا لا أتكلم عن مني 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 تتكلمت معه كثير ومني لا يوجد شيء لديك مفروض أن تدخلها في مشاكل مني تتكلمت معك كثير جدا للأسف الشديد تتخشيت بشيوة جريشات إنت المجرم وتمثل دور الضهرية طبعا تعلمت الحكاية في الفترة بتاعتها التمرد يا أخي ما كلمناك ما خلن ليك أي حياة مني أنا أبوي وأبو قاعدين في حتة واحدة أخوي أخو قاعدين في حتة واحدة أمي أم قاعدين في حتة واحدة يا أخي ما تدخلنا في مشاكل الفاشر من أول يوم الرئيسة التشادي طلب من الطلب بتليفون وقدت مشاهده قابلته هناك قاعدت مع عبد الرحيم قاعدت مع العبد الرحيم قاعدين في حتة قاعدين في حتة قاعدين في حتة أخذتها ما خليتون حجمت على 23 هجوم قاعدين وقد قاعدين حظتوا للبراهن طيب إيه تبتغاتلني أنا أعبد بمكتوف الأيدي يعني لذا ما خلتلك إيه تدمرت الفاشر يا مني ما في حاجة تخليك تنضم لأنا ممكن جبرين ينضم لأننا جبرين الآن قاعدين في ثورات البلد حرامي قاعدين في ثورات البلد ثورات البلد حاجة الثانية أيضا يجب أن يجب أن يجب أن يضم لأنا هذا محل الطبيعي لأنه حركة إسلامية لكن يجب أن دورك يجب أن تخلق بشكل مثل هذا طيب الآن أنا أرى الطيران يضرب في كل السودان فقط الشمالية ونهرانية لا يضرب طيب يا أخوان تضرب المساكين ليه؟ تضرب الحمرة تضرب الأسواد العجزة الأطفال يعني ماذا؟ قلنا الدعوة سريدة أضربوه هذا قوة مقاعدة لا تقاتل فيك أضربوه لكن لم تضرب المساكين تمشي تضرب الأكل دربت كل شيء يا أخي ما تتغي الله يا برهان يا أخي يا أخي ما تتغي الله يا أخي ناس مرمي عندهم عشرين سنة عشرين سنة ما اسكنك ما عندك وفاء تضربهم في غراءهم في مناطقهم في مدنهم شوفوا الخلافة اللي بينهم بينكم شوفوا الخلافة اللي بينهم بينكم ويتم عندك كلمة كل ما تقول مع الإنسان تقول لهم جاهل كده نعرف الجاهل فينا منه الجاهل فينا تتكلم أنا الغبلية الجاهل فينا الكذاب الجاهل فينا اللي هو الآن يضرب الغراء بالفرية أو هذا حواضن 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 يا أخي حواضن حواضن تضرب طيب أنا ما قاعد في قري وقاعد في حجر العسل حجر العسل هذا مسغط راسا على كرتي ومقود تحوله في قندته طيب أنا ما أضرب ذلك أنا أنا جاهل ذلك لماذا ما ضربتون؟ بابدا بل بوفر لهم الحماية بل بوفر لهم الحماية بل بوفر لهم الحماية لكن في الضرب ذات بعض انصرية طيب ما قاعدنا في المناطق لما كان تضربوها لماذا تضربوا سنجة؟ تضربوا السنار تضربوا حول السنار تضربوا الأحزاغيصة تضربوا المناطق لكلها مرق الجزيرة لكلها تضربوا الحمرة تضربوا الملغورة تضربوا الجنينة تضربوا دارفور تضربوا بكل فجن عميق تضربوا مليط تضربوا الآباء وعطلتوا ما هو الفرق بينكم؟ كانت ضربة قبل يومين أصابت فراش ناس فارشين من أهل مليط أولادهم حلقوا في المعركة حق المالحة وموجودين أولادهم متمردين نحن لا أقول ما أقول أولادهم متمردين فارشين هل هذا طريقه ووالده ووالده خالاته فراش أنا لا أسأله حسنا الثانية أي منطقة نحن خشينا بعد الجيش وانتقامنا ولا ضباحنا ولا قتلنا ولا زينا لا بد ما عندنا هذا مواطن هذا مواطن مسكين مواطن ما عنده القدرة لكي أمشي مصر أو مخطط حقكم ما قدت أقل وحضرت طوال أمشو هذا ما توجيه تجد تضربوا بالطيران ما عنده استطاع يسافر ما عنده استطاع مسكين ليه تضربوا بالطيران ما عنده استطاع مسكين ليس لكي أمشي ولا قدروا ما تضربون ما كانت هنا كريبين من قرر وما نحن خارج من البسابير ما كانت إنها تضرب طيران هناك ما يمكنت تضرب قاتلنا نحن اضربنا نحن اضربنا نحن اضربنا نحن كدعم سريع لكن ياخي تمشي الغرة تفتش اضربوا ابوه اضربوا عمه اضربوا فلان وعندك مجرمينا يقول لك اضربوا المنطقة الفلانية ودقوا النسر خليه دقوا كلنا كلامنا عارفينه وسامئنه والله هنغاتلكم والله مطالب ندافع عن نفسنا ومنقابل ربنا سليمين وهم حاجة يا أشاوس وهم حاجة يا أبطال وهم حاجة يا أوفياء يا دعم سريع في كل رباء السودان انا هذا كلام قاعد اقوله طواري اهم ما شنا نقابل ربنا سليمين ما معتدين من دافع على نفسنا الدفاع النفسي واجب هم بغاتلوا من اجل يعودوا للسلطة من اجل يستمروا في السلطة والان مستمرين في السلطة تشغلهم هم؟ هم الدليل؟ دلال واضحة ما في الدلال كتيرة هي المجلس العسكري الحركة الإسلامية هو الدائرة المالكة الآن تقدر تقول لي والله يقول لكم كرزابين والله العظيم الورشيد تبتجيق من عليكرتي تبتجيق من أحمد هارون تبتجيق من سامة عبدالله تبتجيق من ساقط وقال لي قوقو قوقو بتاعشينه قوقو ينقعي مفيد قوقو قضابين ساقط حركة الإسلامية هي المتحكمة فيكم فيه اللي بتوجيكوا يمين الشمال وهي جابت برهان هي كانت خطة مخططة تمحته الحاجة التالية ضررت بها البلد أكتر فضيتوا الاحتسام بتوجيهات منك يا برهان بتوجيهات منك بطلهم فضوا الاحتسام بعد فضيتوا الاحتسام اخفوا اثار الجريمة اخفوا اثار الجريمة شان تعرف ان انا اعرف اي حاجة بعدها وشهود موجودين على الكلام اخفوا اثار الجريمة شانو اقدر اعرف من السوار اولا انا قاعدين في الميدان هم زادهم كلهم ثلاثة رباحهم ان يكونوا كتار حقينهم وين الافش حقكم والمعدات والخيام وين ماشت وين خشت الفرقة السابعة وخشت الاستطلاع الاستطلاع دي قال ياسر عضا لكن اذا اعرفت انا من المجموعة الفضطة الاحتسام ان الافش كله خشت الفرقة السابعة اثار جريمة شانو دائم السريع وين اكتوا اي يأخينهم كيف هيا بحر ويجبون يتداد السابعة الله أردتكم مكلامكم وينقد انهم هذه المثال وينجلبون ان يتمردتم وينجلبونك اليوم لكيو القرى الرجل الان طيب رسالة الاشاوس وابطال الدعم السريع اخوانا انا سألت لمرة الى القصصات تختلف. انا يوم ما قلت لي اذول بلق. ايه لو في تلفون خاص والله. بالتلفونات عادية. لكن الان باقول لكل الاشاوس ضباق وضباة صف وجنود. الف الازن الف الاحتياط تبلغوا فورا ويحداثوا. فورا ويحداثوا. فورا ويحداثوا. والزول المادايري جي واستسلم. احنا نقول لكم اخواتك. ما عندنا اي مشكلة. وحنا مسامحناك. دنيا اخرى. اطبخ لين. وحنا تخليك معايد. ما عندنا اي مشكلة. لكن نقول لكم بلغوا فورا. الحاجة الثانية. يمنع التصوير من انبات. تصوير. يمنع من انبات. في كل المعارك. يمنع من انبات. الاسرة. خط احمر. ما في ذول اختدى على اسير. الاسرة. عندهم جهات مسؤولة منهم. ما في ذول اتحرر لي من اسير. ويصور ويصور في التصوير. ما عندك علاقة بالتحري. تحري عنده ناسه. ما عندك علاقة بالتحري. تحري عنده ناسه. قتل الاسرة ممنوع. حشان جماعنا ننتصر بأخلاقنا. ننتصر بتعاملنا. ان تنصر الله ينصره. وما النصر الا من اندي الله. الا ان النصر الله غريب. حشان كده. منقول لكم ما التصوير ممنوع. الاسرة خط احمر. الاسير عنده جهة المسؤولة منه. تلاتة او اربعة ضربة زخيرة. والله احسن فيديو. انا اول ما اشف ليه طلقة واحدة بشرة. انا بكفل الفيديو زاني ما بشاهده. ما تضرب زخيرتك. ما تضرب زخيرتك. ما عندك امداد. ما عندك دولة ماداكتها. بتشيل منهم. اشان كده ما تضرب زخيرتك. ما تضرب زخيرتك. بشرة ممنوع من اليوم وصاعدا. بشرة ممنوع. 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 ثم ممنوع. رب دنبات. كل الاغل غادة. وضباط وضباط الصف و جنود. ممنوع البشرة يا اخوان. خلاص يا كرت يا صلعقوش. اتماسين اتماسين بالمائنس الان. اتكلم عن الوطنية. واحد من عربة لا اعرف ان نصور قبل ايام برضو ان شاهدته. اتكلم عن ان حماية ديو وعمل انقلاب مفروضة لانقلاب فشل. وما اعرف بشكل في دكتور خليل الله يرحمه. وبشكل في منه مش اعرف انه عمنا خشة. اخبر دكتور خليل حسن نلقى انا ديو المنعناميه الكبرى يا ايته. اتنين تتكلم عن الوطنية. وطنية شونا تتكلم عن ايته. وطنية تكوبة سكر في البحر. انتك وطنية. انا قابلت ابي احمد فلسيوبي وتتكلم عن الفشقة. وقال فشقة خليت على الشعب السوداني. اتكلم كلامك صح. اتفق معك في الراي انا. ومات هبيشة. لو قلت تلتك عن مات في القطارق فتلتك. اتوافقت الراي اكتب. انتك وطني اتم تقتربة انقلاب اتفق بواقع انقلاب. اقول لما اصبح من فعلت انقلاب؟ أنا فعلت انقلاب بفشل؟ والله ما يفشل بإذن الله، أنا لا أقول أن الانتصاع النصر بيد الله والتحقيق الهدف بيد الله، لكن فعلت بإذن الله، ما يفشل يا عبد الرحيم، لغاية ما انضرب في بيته خاطر الله قناصين، 13 قناص، خاطرهم إبراهيم جابر يا إبراهيم جابر، 13 قناص يا إبراهيم جابر لا يفشل الدم، لا يفشل الدم، دعنا ما يفشل الدم وقفت بإذن الله، إذا قلت لني تقرر بالمسجل بإذن الله، فإن الله، اخبرتك الناس الناس وقفت لك، لا يفشل الدم، وقلت لك لدينا انقلاب، أنه ليساقا، بأنهم نعم بجلابين، انقلابين، انقلابين وقفتون، مجرمين، وقفتون، وأنا وصيط لكم يا أشاويس الحرب تم تفرقا جبل موية كان عندهم وشنا منهم وشنا منهم فرق ما عرقصنا وغنينا ذي الرزال الرافق مناخره وبرقص ذي الفتدة ودي ما مشكلة بالنسبة لنا الان الناس كلها تعود تنظيمة ترتب صفوفة ترتب حالة الحربة دي ما معروفة انتهي الليلة ولا سنة ولا سنتين ولا ثلاثة ولا اربعة فينا تتكلم عن مليون جندي بقدرت الله الدوردة حنوصلهم مليون جندي بيدن الله مليون مليون جندي عمي یو مليون جندي في طرح حيث بلده مصرحين ذك axob مليون جندي بخاف ربنا سبحانه وتعالى ما مليون جندي شفشافي ولا حرامي ولا مجرم ولا سنتينergاتي لا مليون جندي الجندي الحنوصلنا وعرفه فاانا ما عند تحصلوا وفح ام Yorkانيا احذر من هنا احيي ابطالنا او شعبتنا في الدعم السريح 적 لهم الان ب Eat CV والله لقنتم دروس، والله ما قصرته، والله لو أيدوا الفقر فأنا أراد أنه الليلة لأنكم والله ما قصرته، ما قصرته، وثبتوا، وما في راجل في العالم كله ما في راجل في العالم كله، ما في راجل يتحمل له دانت ميج من فوق رأسه، وهو قاعد في العراء ما في ذراجل يتحمل له، ما في إنسان يتحمل له دانت أنتنوب من رأسه، وهو قاعد في العراء ولكن حاملنا ربنا، منقول لك يا برهان هنا دفاعنا الجوي، قل يا نار كوني بردن وسلاماً على إبراهيم لا دفاعنا الجوي يا برهان، لكي تعرف، ويذن الله سننتصر ملقوا التوفيق، يا أبطال، يا شاوس، لكل رباء السودان، وبارك لكم الانتصارات في دارفور وأقضوا على الشرذم الموجودة في المالحة، ما تعابون بأفعانهم، النادي المعروفين أول ما وصل المذروم، بدوا في الرعابية طبيح، وقتل، وربيط، في الرعابية بتحن القبائل العربية، نعم هذا القبائل، وقد عددوا لهم تبع برهان، وعند خاتل، وعندوا انتبعوا سيكونوا قتلكتا، لكن هذا قلط، ولا كانوا مكانا أتباهكم، نعم المواطنين، وقد نعامهم ولكن لدينا المصالحات والنزيل الاجتماعي ونحللنا المشاكل، كتلت، سرقت، نهبت، كله عالجنا الموضوطة كله عالجناه، كله عالجناه، كله عالجناه، أول ما جيته طوالي وليته ضبع في الأطفال في الرعاوية كلام دعيب، فارحنا أخلاقنا لا تسمحنا بالكلام يا شابس، مواطن خط أحمر، ممنوع عملوا فقط مع المتمرد، مع برهان، أخضوا عالهم بإذن الله، وإذن نرد عالهم ودارفور ستكون آمنة مستغرة والآن الحمد لله، أول ما طلعوا الفلول من دارفور، ومن المناطق التي طلعوا فيها، الحمد لله لأننا الآن لا لدينا أي مشاكل غبلية منهم طلعوا، ما فيها مشاكل غبلية، والسحة يزرعوا فيكم مشاكل غبلية، عملوا بحاجة اسمها تنسيغيات، في مرتزقة كتار جداً لا يوجد عمل تنسيغيات، ما في حاجة اسمها تنسيغيات، أقطعوا دابيرهم في دارفور، أقطعوا دابيرهم في كردفان، أقطعوا دابيرهم ديل، أشياء ما يدخلوا تاني عدود الكرة لله هذه السبييات، منهم مماشوا في تاني؟ سنوياً في مشكلة بين المسائرية ودين كنوك، وين المشاكل هذه؟ مشاكل مشت معهم، فالآن برضو قاعدين يخلقوا فتن، يخلقوا فتن في أبيبي، يخلقوا فتن، الآن عندنا معلومات، فأنا بقول لها أهلنا في دين كنوك، وهنا المسائرية، اتخلوكم يد واحدة، ايشوا مع بعض، تكاتفوا مع بعض، حاربوا المتفلتين مع بعض، وأبعدوا الكيزان، ما يقربوا بكم الكيزان، أي ذا لدي أجندة؟ سلموا للقوات الموجودة معكم، فأنا مدار أطيل، أنا أقول للأشابس، أقول لهم ألف مبروك للانتصارات المزروب، وهذه هدية من ربنا، وبقول لنا جبل موية، ما قصرته، أبطال، أسود، والله ما قصرته، والله ما قصرته، والتمنق والتوفيق والنجاح، وإن شاء الله، وإن شاء الله، أنه إحنا ما بنقول، هم نتغلوا للخطة جيم، الآن، هننتغلوا للخطة، وبإذن الله نصر بيد الله، ونشد على بعضكم البعض، وبإذن الله منصورين، والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله